لا زال الكلام في الأنموذج الثالث من نماذج لعبة إبليس هذا سقيفة بني ساعدة سقيفة التحريف والتزيف سقيفة الكذب والدجل عنواننا الصغير الذي مر الحديث في أجوائه ولا زال متواصلا في هذه الحلقة وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون كذابون وليسوا كاذبين لم أكم الكلام بخصوص ما ذكره البخاري في صحيحه ما جاء من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب رواية البخاري من أنه قال يكون إثنى عشر أميرا ثم قال الحديث بحسب ما نقله جابر ابن سمرة كلهم من قريش يكون إثنى عشر أميرا بعد رسول الله هؤلاء كلهم من قريش أحاول أن ألملم حديثي في هذه الحلقة بقدر ما أتمكن مثل ما بيّنت لكم في الحلقتين المتقدمتين من أن هذا الباب ليس له عنوان إنه الباب الثاني والخمسون باب مهم كهذا الباب لا يوضع له عنوان لكن البخاري على سبيل المثال ومر هذا الكلام علينا في كتاب الأذان وهو الكتاب العاشر من كتب صحيح البخاري وفي الباب الخامس والعشرين رقم الحديث ستمية وأربعين رقم الصفحة مية وعشرين البخاري يقول حدثنا إسحاق بسنده بسند البخاري عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم تهيأوا للصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر ملعون قائلها فخرج رسول الله فتقدم وهو جنوب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى به هذا الحديث مر علينا ولا أريد أن أناقش الحديث إنما كلامي عن العنوان إنه الباب الخامس والعشرون باب إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروه أي باب هذا هل هذا عنوان بالله عليكم هل هذا هو الفقه هذه الفقهة في الدين أي عنوان هذا ثم ما هذه الوقاحة من هذا الإمام أبو هريرة يكذب على رسول الله من أنه يخرج إلى المسجد والناس صفوف لصلاة ويتقدم إلى الصلاة ثم يتبين أنه جنوب ويطلب منهم أن ينتظروا لماذا ينتظرونه هذا نبي مهمل هذا إمام جماعة مهمل أو أنه كسول لماذا لم يغتسل قبل أن يأتي إلى الصلاة أو أنه شهواني إلى حد بعيد بحيث أنه قارب زوجته في وقت الصلاة قطعا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس هكذا هؤلاء كذابون البخاري كذاب أبو هريرة كذاب الذين نقلوا هذا الحديث كذابون وحق علي المرتضى يا رسول الله هؤلاء كذابون 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 وليس كاذبين لكن سخرية في العنوان أي عنوان هذا وهذه مسألة مهمة حتى تعنون في باب من الأبواب باب إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروه هذه فتوى هذه فسوى لا ندري ما هي هراء كهذا الهراء يوضع له هذا العنوان الهراء وباب مهم كهذا الباب الذي يتحدث عن الإمامة من دون عنوان هذه مسخرة البخاري وهذه القضية تتكرر في هذا الكتاب لأنه كتاب مسخرة كتاب مسخرة وإلا أي عنوان هذا الذي قرأته عليكم من أن الإمام إذا جاءهم وقال لهم من أنهم سيكونون على حالهم حتى يرجع إليهم فإنهم ينتظرونه هذا دين السخافة هذا الإمام لماذا يتصرف بهذه الطريقة وهؤلاء الذين وقفوا لصلاة لماذا ينتظرون إماما فاشلا هذا إمام جماعة فاشل حان وقت الصلاة والناس في المسجد وجناب الإمام أتحدث عن إمام الصلاة مجنب إنه قد قارب زوجته الآن أي إمام وأي صلات وأي صحيح هذا وأي هراء هذا وأي دين هذا والباب الذي لابد أن يعنون بعنوان مهم من دون عنوان هكذا هو دين سقيفة بن ساعد تحريف فيه تزييف فيه كذب فيه فوضى فيه ضحك على الذقون فيه فساوى وما هي بفتاوى هذا واقع صحيح البخاري من أوله إلى آخره فإنني أقرأ هنا في أهواخر الكتاب وقرأت عليكم قبل قليل من أوائل الكتاب من أهوائله إلى أواخره على هذا الهراء وهذه المهزلة هذه النقطة الأولى إنما أشرت إليها كي يكون كلامي تاما بخصوص الموضوع فإنني لا أريد أن أترك جهة من جهات البحث حتى أشير إليها كي يكون البحث مفيدا كي تكون النتيجة نافعة يكون إثنى عشر أميرا وقلت لكم من أن أصل الحديث يكون إثنى عشر إماما وبغض النظر عن أصل الحديث هذا الحديث أرادوا له أن يكون مشيرا إلى الخلفاء إلى الحكام إلى السلاطين وحينما شرحوا هذا الحديث مثلما قرأت عليكم في شرح النووي لصحيح مسلم وفي شرح العسقلاني لصحيح البخاري الحديث عن الخلفاء الحديث عن الحكام الحديث عن السلاطين بينما هذا الأمر لم يتحدث عنه رسول الله لأن منطق رسول الله هو منطق القرآن وبينت لكم من أن منطق القرآن هو منطق الإمامة يتحدث عن الإمامة وتلاحظون أن الأمر واضح وواضح جدا هناك سلسلة الإمامة الإبراهيمية الإسحاقية الإسرائيلية وهذا واضح في سورة الأنبياء في الآية الثانية والسبعين بعد البسملة والتي بعدها ووهبنا له لإبراهيم إسحاقا ويعقوبنا فلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدي إنها إمامة إبراهيمية إسحاقية إسرائيلية وفي سورة السجدة في الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ الحديث في سياق نبوة موسى وَدِينِ بَنِي إِسْرَائِيلِ في الآية التي قبلها وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ من بني إسرائيل وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ هذه هي الإمامة الإسحاقية الإسرائيلية وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ وَجَعَلْنَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ دققوا النظر في الآية السابقة وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَمُوسَى إِسْرَائِيلِيٌ من لُبَابِ بَنِهِ إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ هذا هو الذي تتحدث عنه أحاديث العترة من أنه ما من نبي إلا وله أوصياء لكن علماء الشيعة منذ بداية الغيبة وإلى الآن لم يستطيع أن يثبت هذا من القرآن لماذا؟ هل أنني تحفة نادرة أبدا؟ لأن علماء الشيعة الذين يقولون نحن شيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن وبشكل أخص منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس أطوسي مذهبه اللعين وأسس حوزته اللعينة في النجف منذ ذلك التأريخ وإلى يومنا هذا ما استطاع أحد منهم أن يثبت هذه المسألة من القرآن لماذا؟ لأنهم ليسوا على دين العترة لأنهم نقضوا بيعة الغدير لأنهم لم يفقهوا القرآن بحسب حديث الثقلين وبحسب مواثيق بيعة الغدير الفارق فيما بيني وبينهم إنني التزمت بمواثيق بيعة الغدير فأخذت تفسير القرآن من العترة الطاهرة هذا ما هو بشيء من عندي هذا شيء موجود في القرآن وموجود في حديث العترة لأنني حاولت أن أكون على دين العترة الطاهرة فاستخرجت هذه الحقائق الواضحة الجلية التي هي في كل القرآن من أوله إلى آخره علماء الشيعة ما استطاعوا أن يثبتوا هذا لأنهم ليسوا شيعة للعترة إنهم شيعة للطوسي مراجع النجف وكربلاء هؤلاء شوافع معتزلة لا علاقة لهم بدين العترة أنا لا أتحدث مع الحمير من أتباعه أنا أتحدث مع الذين أدركوا الحقيقة ومع الذين يبحثون عن الحقيقة أتحدث مع هذين الصنفين مع الذين أدركوا الحقيقة وعرفوها وعرفوا زيفة مراجع النجف وكربلاء ومع الذين وقعوا في دائرة الشك وهم في طريق البحث عن الحقيقة هذه إمامة إبراهيمية إسحاقية إسرائيلية وتلك إمامة في سورة البقرة في الآية الرابعة والعشرين بعد المئة بعد البسملة إنها إمامة إبراهيمية إسماعيلية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وتستمر الآيات وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الكلام هنا عن إمامة إبراهيمية إسماعيلية في ذرية إسماعيل الآيات واضحة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم هذا هو إمام الأئمة هذا محمد صلى الله عليه وآله دققوا النظر في الآيات تدبروا فيها القرآن يحدثنا عن سلسلة إمامة إبراهيمية إسحاقية إسرائيلية وعددهم إثنى عشر الروايات أخبرتنا والأحاديث بيّنت هذا في تفسير آيات الكتاب الكريم إذا ما ذهبنا إلى الآية الستين بعد البسملة من سورة البقرة وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا لماذا هذا العدد لماذا هذا العدد لأن الإسرائيليين يعود نسبهم إلى أولاد يعقوب أولاد إسرائيل وأولاد يعقوب الأسباط هذا هو عددهم عددهم إثنى عشر ووفقا لهذا التقسيم صار نقباء بني إسرائيل إثنى عشر والأحاديث موجودة في كتب الشيعة وفي كتب السنة من أن الأئمة من بعد رسول الله بعدد نقباء بني إسرائيل ولا أريد أن آتي بالأحاديث سأقف عند القرآن فقط فعدد العيون بعدد الأسباط وبعدد الأسباط الإثنى عشر النقباء الأوصياء هؤلاء هؤلاء الذين تحدثت تحدثت عنهم السورة السورة السجدة في الآية الرابعة والعشرين بعد البسمة بعد البسملة وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا هَا أَوْلَيْهُمُ مشربهم يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ أُنَاسٍ بإمامهم يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ أُنَاسٍ بإمامهم التعابير القرآنية لها هندستها العجيبة الغريبة العجيبة الغريبة وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتى عشرة عين قد علم كل أناس مشربهم كُلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدي قد علم كل أناس مشربهم يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ أُنَاسٍ بإمامه التعابير هي هي وإذا ذهبنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية الستين بعد المئة بعد البسملة وَقَدْطَعْنَاهُمُ أُثْنَتَيْهِ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَّاسٍ مَشْرَبَهُمْ يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ أُنَّاسٍ بِإِمَامِهِمْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَّاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهُمُ الْغَمَامَةِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ إِثْنَةِ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنَا هذه الأعداد وهذه الرموز لم تأتي جزافاً في الكتاب الكريم أذكر لكم رمزاً لتوضيحي كلامي حينما أقول هناك رموز ما جاء في سورة التوبة في الآية السادسة والثلاثين إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوما خلق السماوات والأرض لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل في ثقافة العترة في ثقافة العترة هذا رمز يشير إلى سلسلة الأئمة الاثني عشر بحسب منهج التفسير العلوي فإن هذا المنهج لا ينكر الأفق اللغوي للآية الأفق اللغوي للآية من أنها تتحدث عن السنة والشهور هذا لا ينكره المنهج المنهج العلوي للتفسير لكن المنهج العلوي لا يجعل أفاق مضامين القرآن محدودة الأفاق بلا حدود مثل ما يصف القرآن صلوات الله وسلامه عليه وكلامه في نهج البلاغة الشريف من أن ظاهره أنيق الظاهر أنيق نتمسك به ونتمسك بجماله الأدبي وباطنه عميق وفي باطنه إشارات ولطائف وحقائق مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نزل القرآن على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق العبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء هذا هو المنهج العلوي الذي بايعنا عليه وبايعنا على التمسك به في بيعة الغدير لكن أغبياء النجاف وثولان النجاف من مراجع الحوزة الطوسية نقضوا بيعة الغدير وغدروا بهذا المنهج وداسوه بأرجلهم وتمسكوا بالمنهج العمري الذي ما هو بمنهج إنه ضلال في ضلال وجهالة في جهالة وتلك هي تفاسير سقيفة بني ساعدة وتفاسير سقيفة بني طوسي دالة على جهلها بجهلها ودالة على ضلالها بضلالها ودالة على سخافتها بسخافتها المكتبة السنية موجودة والمكتبة الطوسية موجودة أيضاً إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض أضرب لكم مثالاً تقريبياً هذا هو الجزء التاسع والتسعون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والخمسين أأخذ عبارة من الزيارة الجوادية إنها زيارة مروية عن إمامنا الجوادي صلوات الله عليه نزور بها إمامنا الرضا أنيس النفوس فنقول في عبائرها السلام على شهور الحول الزيارة تشير إلى الرمز الموجود في سورة التوبة في الآية السادسة والثلاثين السلام على شهور الحول وعدد الساعات ساعات النهار في صورة المثالية في صورة المثالية وفي النظام المثالي ساعات النهار إثنى عشر وساعات الليل كذلك في تقسيم الساعات المثالي السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله عدد حروف لا إله إلا الله إثنى عشر السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات هذه رموز رموز لها دلالاتها العميقة أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه هكذا يحدثنا عن القرآن عن قرآنه إنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان إنها الطبعة ذات المجلد الكبير الذي يشتمل على الجزئين في الصفحة الثانية والخمسين بعد المئتين سأقرأ كلامه من دون أن أقف طويلا عنده لضيق الوقت عندي الكثير من المطالب أتمنى عليكم أن تدقق النظر في هذه الكلمات إنها كلمات سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه من رواية طويلة مفصلة طويلة جدا أمير المؤمنين يتحدث عن رموز القرآن فيقول وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون سيعبثون بهذا الكتاب في ألفاظه في قراءته وفي تفسيره وهذا هو الذي حدث سيعبثون القراءات عند نواصب السقيفة بني ساعدة بلغت إلى الأربعين قراءة أي عبث هذا في القرآن بغض النظر عن هذا الموضوع وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون من إسقاط أسماء حججه منه وتلبيسهم ذلك على الأمة ليعينوهم على باطلهم فأثبت به الرموز وأعمى قلوبهم وأبصارهم لما لما عليهم في تركها وترك غيرها من الخطاب الدالي على ما أحدثوه فيه وجعل أهل الكتاب المقيمين به والعالمين بظاهره وباطنه من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أي يظهر مثل هذا العلم لمحتمليه في الوقت بعد الوقت إذا توفر المحتملون لهذا العلم فإنه سيظهر هذا العلم لهم عبر كؤوس الحكمة الآتية من إمام زمانهم أي يظهر مثل هذا العلم لمحتمليه في الوقت بعد الوقت وجعل أعداءها أعداء الرموس أعداء العترة الطاهرة أعداء الشجرة الطيبة وجعل أعداءها أهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور الله بأفواههم فأبى الله إلا أن يتم نوره إلى أن يقول أمير المؤمنين ثم إن الله جل ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه قسم كلامه ثلاثة أقسام فجعل قسم منه يعرفه العالم والجاهل من القرآن وقسم لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصحة تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام وقسم لا يعرفه إلا الله وأمناؤه والراسخون في العلم وإنما فعل الله ذلك لألا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله من علم الكتاب ما لم يجعل الله لهم وليقودهم الاضطرار إلى الاعتمار لمن ولاه أمرهم فاستكبروا عن طاعته إلى آخر ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فهذا القرآن له هندسة وهذه الهندسة لا يمكن أن نتعامل معها بشكل صحيح من دون الالتزام بمواثيق بيعة الغدير الحقائق التي بينتها لكم وأنا أعرض أحاديث البخاري على الكتاب الكريم هذه الحقائق ليست ابتكارا من عندي هذه الحقائق موجودة في طوايا أحاديث العترة الطاهرة وهي ظاهرة في هذا الكتاب الكريم حينما نمازج بين هذا الكتاب وبين أحاديث العترة الطاهرة تتجلى هذه الحقائق علماء الشيعة لم يدركوا ذلك لا في تفاسيرهم ولا في كتبهم العقائدية ولا في دروسهم ولا في شروعهم لأنهم نقضوا بيعة الغدير ولم يتمسكوا بمواثيق بيعة الغدير ولم يعملوا بحديث الثقلين وإنما ذهبوا بعيدا عن دين العترة الطاهرة بالضبط مثل ما قال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم يخاطب علماء الشيعة بشكل خاص ويخاطب الشيعة بشكل عام ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح مذجنح كثير منكم الخطاب لمراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو الذي جرى في الواقع الشيعي ولا زال مراجع النجف وكربلاء السفهاء الأغبياء على هذا الحال والرموز في القرآن كثيرة وكثيرة جدا فالعيون المنبجسة المنبجسات رمز رمز تحقق له وجود تكويني فيزيائي حسي لكن الرمزية في العدد وعدد الأسباط رمز وعدد نقباء بني إسرائيل رمز وعدة الشهور عند الله رمز هذه رموز القرآن التي يتحدث عنها أمير المؤمنين قطعا هذا مثال من الأمثلة رموز القرآن كثيرة جدا إذا أردنا أن نحيط بها علما علينا أن نعود إلى الأحاديث التفسيرية التي وردتنا عن العترة الطاهرة وبايعنا في الغدير على أن نتمسك بها وأن نأخذ التفسير منها صار واضحا هناك منظومة إمامة إبراهيمية إسحاقية إسرائيلية وعددهم 12 ورموزهم واضحة في الكتاب رموزهم وأعدادهم واضحة في الكتاب الأمر هو هو في منظومة الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية الأمر هو هو وقد ذكرت لكم ما جاء في الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة من سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه تلك الكلمات التي ترتبط بأصحاب الكساء يا محمود يا محمود بحق أحمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين في الآية في الآية الرابعة والعشرين بعد المئة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إمامنا الصادق يقول إنها كلمات آدم فأتمهن إلى القائم هذه السلسلة الأم سلسلة الأئمة الأربعة عشر يتفرع منها سلسلة الأئمة الأثني عشر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إنها كلمات آدم الأسماء الخمسة الإمام الصادق يقول فأتمهن إلى القائم وهذه رموز الحديث ليس عن الألفاظ نحن نتحدث عن آدم الذي هو صفي الله ونتحدث عن إبراهيم الذي هو خليل الله إذا جعلنا الأمر مقترنا بالألفاظ هذه سفاهة سفاهة الألفاظ مفاتيح الألفاظ إشارات تشير إلى حقائق تشير إلى حقائق الحديث هنا عن الحقائق وليس عن الألفاظ المجرد التي هي حروف وأصوات هذه الحروف والأصوات رموز الحروف والأصوات بحسب معرفتنا نحن لا ندرك منها شيئاً وإذا حاولنا أن ندرك شيئاً أشياء عبر هذه الحروف عبر هذه الأصوات عبر هذه الأعداد عبر هذه الرموس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أتمهن إلى القائم إنها سلسلة الإمامة الأم سلسلة الأئمة الأربعة عشر أدل دليل على إمامة فاطمة أي خيبة أنتم فيها مراجع النجف وكربلا أي خيبة أنتم فيها وأي خيبة أنتم فيها يا أشياع مراجع النجف وكربلا أنتم أنتم الحسينيون الذين تقيمون الشعائر الحسينية في مثل هذه الأيام أي شعائر وأنتم تنكرون إمامة فاطمة التي يثبتها القرآن هذه منظومة الإمامة وهذه آياتها وهذه إمامة فاطمة واضحة فيها تضحكون على أنفسكم أي شعائر وأية خدمة حسينية وأنتم تنكرون إمامة فاطمة سود الله تعالى وجوهكم أي خدمة حسينية هذه تضحكون على أنفسكم الشيطان يضحك عليكم أعرفوا أئمتكم أولاً وبعد ذلك توجهوا إلى خدمتهم من أنكر إماماً من الأئمة فإنه قد أنكرهم جميعاً هذا هو دين العترة الذين ينكرون إمامة فاطمة إنهم ينكرون الأئمة جميعاً مراجعكم ينكرون الأئمة جميعاً لأنهم لا يعتقدون بإمامة فاطمة وهذا القرآن يثبتها هذا القرآن يثبتها إمامنا الصادق هو الذي يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنها كلمات آدم فأتمها إلى القائم قال إني جاعلك للناس إمامه قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين هذا المضمون بيّنه رسول الله بيّن مضمون الإمامة وتحدث عن سلسلة الأئمة الاثني عشر وتحدث كثيراً فما استطاع القوم أن يلغوا هذه الأحاديث فحرفوها ولذا ذكرها البخاري وكان مضطراً أن يذكر حديثاً واحداً لماذا؟ لأن الأحاديث صحيحة لأن الأحاديث تتوفر فيها شروط الصحة ومن هنا ذكر مسلم العديد منها لم يتوقف على حديث واحد وإنما ذكر العديد منها ومر هذا الكلام في الحلقات المتقدمة هذه الأحاديث صحيحة لكنهم عمدوا إلى تحريفها وحرفوها حرفوها على مستوى اللغة وحرفوها على مستوى المعنى فنقلوا مضمونها من إمامة الدين إلى الحكام والسلاطين ثم طبقوا هذا المعنى على أبي بكر وبقية الخلفاء وعلى خلفاء بني أميه حتى على يزيد ابن معاوي الذي كان يزني بأمه ويزني بأخواته وببناته إنه كان يزني بمحارمه أمير المؤمني أمير المؤمني وأبوه خال المؤمني ألا لعنة الله عليه وهذه الأجيال من أتباعهم ذهبوا إلى الجعين ذهبوا إلى الجعين لأنهم يعتقدون بإمامتهم ويعتقدون بصحة موقفهم مسخرة هذه الأمة مسخرة بتمام معنى الكلمة في شقها الشيعي وفي شقها السني نذهب إلى فاصل صار واضحا لدينا فإن القرآن يتحدث عن إمامة إبراهيمية إسحاقية إسرائيلية وعدد سلسلة الأئمة إثنى عشر والأمر هو هو في الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية ولقد تحدثت الآيات عن السلسلة الأم عن سلسلة الأئمة الأربعة عشر دققوا النظر معي دققوا النظر معي في الآية الرابعة والعشرين بعد المئة بعد البسملة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن مثل ما قلت لكم الإمام الصادق يقول إنها كلمات آدم أتمها إبراهيم إلى القائم من دون هذا التفسير لا تفهموا الآية ولذا شرق مفسر سقيفة بني ساعد ومفسر سقيفة بني طوس شرقوا وغربوا في معنى هذه الآية هذه الآية لا تفهموا إلا بهذا الفهم هناك كلمات ترتبط بأبينا آدم وهي الكلمات التي عنوينها أئمة سلسلة أصحاب الكساب محمد علي فاطمة حسن حسين وهنا في هذه الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن مثل ما قال إمامنا الصادق فأتمهن إلى القائم من السجاد إلى القائم سلسلة الإمامة الأم فالنبي في أصحاب الكساب وفاطمة في أصحاب الكساب هذه سلسلة الأئمة الأربعة عشر ولذا فإنه ذكر أول السلسلة في دعائه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك هذا أول الأئمة في سلسلة الأئمة الاثني عشر أول الأئمة علي هذه سلسلة الأئمة الأربعة عشر أول الأئمة فيها محمد صلى الله عليه وآله وفاطمة داخلة في كلمات أبينا آدم وتم الإتمام بعطرة الحسين من السجاد إلى القائم فهذه الآيات تتحدث عن سلسلة الأئمة الأربعة عشر سلسلة الأئمة الاثني عشر جاءت بنحو مرموز مثل ما في الآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة حينما تتحدث الآية عن عدة الشهور عند الله وفي مواطن أخرى لأنها سلسلة فرعية لكن النبي تحدث عنها كثيرا إلى الحد الذي لم يستطع الصحابة والتابعون أن يزيل هذه الأحاذيث ولم يستطع البخاري المدلس المفتري الكذاب جدا أن يتجاوز هذه الأحاذيث فجاء بحديث حرفه ووضعه في باب من دون عنوان لأن الحقيقة لا يستطعون إخفاءها وحاروا في تفسير هذه الأحاذيث مع أنهم يعرفون الحقيقة إلا أنني أقول لكل الذين يتابعون هذا البرنامج من السنة أو من الشيعة ابحثوا في تاريخ الإسلام عن مجموعة عن جهت عن تفسير يكون أنسب من تفسير العترة لهذه السلسلة سلسلة العترة واضحة حديث النبي يتحدث عن إثني عشر يأتون من بعده تكون إمامتهم من بعده بحسب العترة الطاهرة فمن بعده يأتي علي ومن بعد علي يأتي حسن ومن بعد حسن يأتي حسين وهكذا هؤلاء أشخاص مميزون معروفون وهكذا تستمر السلسلة أشخاص معروفون مميزون إمامنا الحسن العسكري وهو الإمام الثالث عشر بحسب سلسلة الأئمة الأربعة عشر وهو الإمام الحادي عشر بحسب سلسلة الأئمة الاثني عشر سلسلة الأئمة الاثني عشر هي سلسلة الأئمة الخلفاء الأئمة الحكام ولذا ما جاء في بعض الأحاديث يكون بعد اثنى عشر خليفة هذا الكلام ذكره رسول الله وهو يشرح معنى الإمامة لأن الخلافة من شؤون الإمامة أما أصل الإمامة فهي إمامة الدين والخلافة الدنيوية تأتي في حاشية المطلب إمامنا الحسن العسكري بعد استشهاده قتل في ريعان شبابه قتل مسموما صلوات الله عليه أخوه جعفر الذي نعرفه نحن في ثقافتنا الشيعية بجعفر الكذاب أخوه ادعى الإمامة وهو كذاب الإمامة من بعد الحسن العسكري لولده القائم ادعى الإمامة هناك من الشيعة من صدق به وتبعه لكن عيون الشيعة يعرفون يعرفون الحقيقة خواص الأئمة يعرفون الإمامة الحقيقية من بعد الإمام الحسن العسكري ويعرفون ويعرفون جعفر الكذاب هذا رجل فاسق هذا شارب للخمر هذا رجل لا يصلي لا يلتزم بالدين إنسان فاسق فاجر على أي حال ليس الحديث عن جعفر الكذاب جعفر الكذاب هذا ذهب إلى الوزير العباسي في زماننا يقال له رئيس الوزراء ذهب إلى الوزير العباسي هذا ابن الوزير هو الذي ينقل هذا الخبر أقرأه عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة السبعين الوزير هو عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان هذا هو وزير المعتمد العباسي المعتمد العباسي هو الذي قتل إمامنا الحسن العسكري قتله بالسم أحمد ابن عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان هذا ابن رئيس الوزراء يخبر بهذا الخبر يقول فجاء جعفر إنه يتحدث عن جعفر الكذاب في الصفحة الثالثة والسبعين من كمال الدين وتمام النعم فجاء جعفر بعد قسمة الميراث بعد قسمة ميراث إمامنا الحسن العسكري لأن جعفر الكذاب قد سعى في هذا وادعى من أن الإمام لا ولد له هذه حكايات مفصلة في بابها فجاء جعفر بعد قسمة الميراث إلى أبي إلى أبيه ابن خاقان الذي كان وزيرا للخليفة العباسي وقال له يطلب من رئيس الوزراء اجعل لي مرتبة أبي أبوه الإمام الهادي اجعل لي مرتبة أبي وأخي يريد أن يكون إماما كأبيه الهادي وأخيه العسكري اجعل لي اجعل لي مرتبة أبي وأخي وأوصل إليك في كل سنة عشرين ألف دينار مسلمة كما نقول نحن كاش وأوصل إليك في كل سنة عشرين ألف دينار مسلمة فزبره أبي زبره أي زجره طرده رفض هذا الأمر لماذا فزبره أبي وأسمعه وقال له يا أحماق يقول لي جعفر الكذاب يا أحماق إن السلطان أعزه الله يقصد الخليفة المعتمد العباسي يا أحماق إن السلطان أعزه الله جرد سيفه وسوته في الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمة ليردهم عن ذلك فلم يقدر عليه ولم يتهيأ له صرفهم عن هذا القول فيهما وجهد أن يزيل أباك وأخاك عن تلك المرتبة فلم يتهيأ له ذلك فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماما فلا حاجة بك إلى السلطان يرتبك مراتبهم ولا غير السلطان وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنالهابنا وطرده بعد ذلك ماذا فعل جعفر هذا ذهب إلى الخليفة بعد أن يأس من رئيس الوزراء ذهب إلى الخليفة صفحة صفحة خمسمية وستة من المصدر نفسه وقد كان جعفر الكذاب حمل إلى الخليفة عشرين ألف دينار حينما تحدث مع رئيس الوزراء وعده لكن هذه المرة أراد أن يجعلها أمرا حسيا عمليا وقد كان جعفر الكذاب حمل إلى الخليفة عشرين ألف دينار لما توفي الحسن بن علي إنه العسكري صلوات الله عليه وقال يا أمير المؤمنين تجعل لي مرتبة أخي الحسن ومنزلته فقال الخليفة دقق النظر في كلام الخليفة العباسيون يعرفون العترة الطاهرة أكثر من الشيعة أنفسهم فقال الخليفة اعلم أن منزلة أخيك لم تكن بنا إنما كانت بالله عز وجل هذا هو الذي قتل الإمام العسكري اعلم أن منزلة أخيك لم تكن بنا إنما كانت بالله عز وجل ونحن كنا نجتهد في حط منزلته والوضع منه وكان الله عز وجل يأبى إلا أن يزيده كل يوم رفعة لما كان فيه من الصيانة وحسن السمت والعلم والعبادة فإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته فلا حاجة بك إلينا وإن لم تكن عندهم بمنزلته ولم يكن فيك ما كان في أخيك لم نغن عنك في ذلك شيئا لو كنا قادرين لجعلنا هذا لأنفسنا هذا هو الذي يريد أن يقوله الخليفة العباسي هؤلاء دالون على أنفسهم بأنفسهم ابحثوا في التأريخ لن تجدوا وصمة واضحة وقد كذبوا عليهم كثيرا لكنكم لن تجدوا وصمة واضحة حول هؤلاء هؤلاء دالون على أنفسهم بأنفسهم لن تجدوا في أي شرح من شروح السقيفة بني ساعد أو في سائر الفرق والمجموعات الأخرى حتى من الفرق التي كانت في جذورها في بداياتها من الشيعة ثم ضلت لن تجدوا بيانا وشرحا واضحا ينطبق بموازين الحقيقة مثل ما هو في دين العترة الطاهرة من أن الأئمة الاثني عشر من أن الأمراء الاثني عشر من أن الخلفاء الاثني عشر من أن الرجال الاثني عشر الذين تحدثت عنهم أحاديث صحاح السنة هم هم ولن تجدوا شرحا واضحا وتطبيقا حقيقيا صادقا مثل ما هو مبين ومثبت في عقيدة دين العترة الطاهرة هذه قضية يستطيع الإنسان المنصف أكان شيعيا أكان سنيا أكان مسيحيا إذا كان يبحث في هذا الموضوع فإنه سيصل إلى هذه النتيجة يريد أن يكابر يريد أن يعاند هو حر لكن الحقيقة تحمل قيمتها في نفسها نذهب إلى فاصل سلسلة الأئمة الاثني عشر بحسب العترة تبدأ بعليهم أما بحسب سقيفة بني ساعدة فإنها تبدأ بأبي بكر لا وجه للمقارنة بين علي وأبي بكر على الأقل من وجهة عقيدتي لا يمكنني أن أقوم بمقارنة وأنا مقتنع بها سأقوم بمقارنة لست مقتنعا بها لست مقتنعا أن أقارن بين علي وبين شخص آخر من هو هذا الشخص الآخر الذي أقارنه بعلي من هو هذا وما قيمته ولكن لبيان الحقائق أكون مضطرا أن أقوم بعملية مقارنة ضمن الكتاب الكريم مع البون الشاسعي فيما بين علي وغيره القرآن قال عن علي سأخذ لقطات لأن الوقت ضيق القرآن قال عن علي في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران وأنفسنا إنه نفس محمد صلى الله عليه وآله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم في عيسى المسيح فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين هذه الآية لو بحثتم فيها طيلة أعماركم لن تجد فيها عبارة أو إشارة تنتقص من علي كل العبارة تشير إلى كماله أولا الأبناء أبناؤه فقل تعالوا ندعو أبناءنا هؤلاء أبناء علي فلا يقال بمنطق الحقيقة من أن الحسين ابن محمد فإن الحسين ابن علي الحسين نفس محمد هذا بلحاظ آخر لكنني أتحدث عن الانتساب المباشر وإلا فالحسين هو محمد أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد هذه عقيدتنا فيه لكنني أتحدث عن الانتساب الحسين ابن علي الحسن ابن علي فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وحتى فاطمة الآية قالت وَنِسَاءَنَا ما قالت وَبَنَاتَنَا قالت وَنِسَاءَنَا فهذه النسبة تكون إلى علي بالدرجة الأولى هؤلاء أبناء علي وهذه زوجة علي وهذا هو علي وهذا الأمر من الله إلى رسول الله أن توسل إلي بأبناء علي الذين هم أبناؤك وبزوجة علي التي هي بنتك وروحك التي بين جنبيك وبعلي الذي هو أنت الذي هو نفسك مثل ما يقول رسول الله أنا أنا علي وعلي أنا علي مني وأنا من علي الآية واضحة الأبناء أبناء علي والنساء نساء علي والنفس نفس علي علي هو الملك في هذه الآية علي هو المهيمن في هذه الآية وكل هذا من الله بأمر من الله الله هو الذي وضع هذه العناوية فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناء نا وأبناء ونساء ونساء وأنفس نا وأنفس كم ثم نبتهل هذه الأجواء نصارى نجران وجدوا أن الأجواء تغيرت ولذا استسلموا استسلموا وقالوا لرسول الله إننا ننسحب من المباهلة وننسحب من النقاش وسننفذ ما تريد منه ونفذ كل شروط رسول الله هذه الآية كلها بحروفها بكلماتها بسياقها التأريخي تتحدث عن كمال علي الذي لا حدود له فكمال الحسن والحسين راجع إليه وكمال فاطمة راجع إليه وكماله هو هو كمال محمد صلى الله عليهما وآلهما هذا هو الذي يظهر في الآية وهذه المعاني واضحة مشرقة في كلمات الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين هؤلاء هم الأقرب إلى الله هؤلاء هم الذين لا يوجد حجاب فيما بينهم وبين الله ولذا فإن الله أمر النبي أن يتوسل بهم إليه النبي ليس بحاجة إلى هذا النبي أسوة لنا هذا درس عملي لنا هؤلاء هم الكلمات التي تاب بها آدم هؤلاء هم محمد علي فاطمة حسن حسين وكأن الآية تردد كلمات جبرئيل وهو يعلم أبانا آدم قل يا محموده بحق أحمد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين هذه الآية ترتل هذه الكلمات إنها كلمات جبرئيل وهي كلمات الله ما هي بكلمات جبرئيل ماذا نقرأ في الآية السابعة وثلاثين بعد البسملة من سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم هذه كلمات الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه والكلام هو هو في الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه هذه كلمات الله الله أتمها هذه هي هي كلمات أبينا آدم التي هي كلمات الله وهي هي كلمات أبينا إبراهيم آدم آدم أبونا لحما ودما وإبراهيم وأبونا دينا وعقيدة وإسلام هو الذي سمانا المسلمين هذا هو أبونا كلمات أبينا آدم التي هي كلمات ربنا أتمها ربنا لأبينا إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن تلك الكلمات التي ترددت على شفاه آدم وعلى شفاه إبراهيم ها هي تتجسد تتجسد حقائق هذا هو محمد وهذا علي وهذه فاطمة وهذا حسن وهذا حسين هل تجدون نقصا في كل هذا؟ وهذا كلام مقتضب بحدود فهمي وبحدود أنني أناقش كتاب البخاري هذا ما هو الحديث الذي يأتي بمستوى الزيارة الجامعة الكبيرة هذا حديث سطحي بمستوى سطحية صحيح البخاري أما أبو بكر فماذا قال القرآن عنه في سورة التوبة إنها آية الغار الآية الأربعون في سورة التوبة في الآية التي قبلها وهي التاسعة والثلاثون من سورة التوبة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إنه كلام مع المسلمين الذين لا يريدون الخروج إلى الجهاد في سبيل الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه أنتم لا تريدون نصره لا تريدون الجهاد معه هو في غنى عنكم فقد نصره الله ولا يحتاجكم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار الآية لا تشير إلى نصرة أبي بكر لرسول الله الآية تتحدث عن نصرة الله لرسول الله دقيق النظر في الآية إلا تنصروه الخطاب مع المسلمين أنتم الذين تقعدون عن الجهاد ولا تريدون أن تكونوا مع رسول الله ولا تريدون أن تنصروه هو في غنى عن نصركم لأن الله قد نصره في سابق الأيام وسينصره الآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا حديث الهجرة ثاني اثنين إذ هما في الغار هذا العدد عدد مجرد لا دلالة فيه على فضل لأبي بكر هو عدد مجرد والدليل أن النبي ذكر ثانيا لو كان العدد يشير إلى المراتب لذكر النبي أولا الحديث هنا عن رسول الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين يعني أن أبا بكر هو الأول والثاني رسول الله إذن هذا العدد مجرد عدد مجرد لا دلالة فيه على أي شيء إنه عدد مجرد لأن العدد في بعض الأحيان قد يدل على مرتبة مع القرائن الموجودة في الكلام فإن العدد يدل على المرتبة لكن العدد هنا عدد مجرد لأنه جعل النبي ثانيا هذا يعني أن أبا بكر أولا فهذا الكلام لا معنى له أن يكون أبو بكر أولا وأن يكون رسول الله ثانيا ليس هناك من حديث عن المراتب إذن هو عدد مجرد إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار فلما كان العدد مجردا المكان هنا لا خصوصية له أيضا إنه ذكر لمكان حدث الذي حدث فيه فليس هناك من خصوصية تشير إلى فضل لأبي بكر لا في العدد ولا في المكان تدبروا في الآية بدقة إنني لا أريد أن أنتقص من أبي بكر وحق الزهراء البتولي لا أريد أن أنتقص من أبي بكر وإنما أدقق النظر متدبرا في هذه الآية إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار لا توجد دلالة تشير إلى فضل لأبي بكر لا في العدد ولا في المكان إذ يقول لصاحبه النبي يقول لصاحبه أبو بكر صاحب رسول الله الصاحب في الكتاب الكريم وردت في عدد كبير من المرات على سبيل المثال أصحاب الجنة أصحاب اليمين أصحاب الميمن أصحاب الأعراف هنا جاءت الصحبة في سياق المدح أصحاب الجنة أصحاب اليمين أصحاب الميمن أصحاب الأعراف أصحاب النار أصحاب الجحيم أصحاب السعير أصحاب الشمال أصحاب المشأمة هنا جاءت الصحبة في سياق الذنب هذه العناوين ترددت في الكتاب الكريم وجاء وجاء أيضا أصحاب الصراط السوي أصحاب موسى أصحاب السبت أصحاب السفينة إنها سفينة نوح فتارة تكون الصحبة في سياق المدح أصحاب الصراط السوي وتارة تأتي بالإجمال أصحاب موسى ففيهم الأخيار وفيهم الأشرار أصحاب السبت في سياق الذنب أصحاب السفينة في سياق المدح إنهم الذين آمنوا بنوح وكانت نجاتهم في سفينته أصحاب القرية أصحاب القبور أصحاب مدين مدين مدينة شعيب النبي أصحاب الحجر إنهم قوم ثمود الحجر بلادهم مدينتهم أصحاب الحجر أصحاب الأيكة إنهم أصحاب مدين أصحاب شعيب أصحاب الرس هؤلاء قوم من الفرس لهم حكاية مفصلة لا مجال للإشارة إليها قوم من الفرس والرس نهر عندهم ينسبون إليه أصحاب الأخدود الذين أحرقوا في الأخدود من النصارى أصحاب الكهف والرقيم وجاءت النسبة أيضاً إلى الحيوانات أصحاب الفيل وجاءت النسبة أيضاً في سورة القلم في الآية الثامنة والأربعين بعد البسملة من سورة القلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مقذوم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت هذه صحبة مع الحيوان وكذلك في سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هؤلاء أعداء الله جيش عبرها ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت مر علينا في الحلقات المتقدمة وأنا أحدثكم عن أكاذيبي صحيح البخاري ما جاء في كتاب تفسير القرآن وهو الكتاب الخامس والستون من كتب صحيح البخاري في الباب الذي عنوانه قوله وإن يونس لمن المرسلين رقم الحديث أربعة آلاف ثمانمية وأربعة رقم الصفحة ثمانمية وتسعة وستين البخاري يقول حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متة وهو يونس هو صاحب الحوت وكذلك الحديث أربعة آلاف ثمانمية وخمسة رقم الصفحة ثمانمية وسبعين البخاري يقول حدثني إبراهيم ابن المنذر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر ملعون قائلها يكذب على رسول الله أبو هريرة هذا فيقول من أنه قال من قال أنا خير من يونس ابن متة فقد كذب وهذا شامل لرسول الله صلى الله عليه وآله والكلام واضح يخالف منطق القرآن فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فإن موقف صاحب الحوت ليس جميلا هذا هو الذي تريد الآية أن تقول فكيف يقول رسول الله هذا القول المكذوب عليه الذي كذبه أبو هريرة فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة أكاذيب 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 الصحابة لا تعد ولا تحصى وأكاذيب التابعين أكثر وأكاذيب البخاري ومسلم أكثر وأكثر وأكثر وأكاذيب علماء السنة أكثر من كل ذلك من الأموات منهم ومن الأحياء لأنهم هم الذين يضحكون على أتبائهم وكذلك جاء في سورة يوسف في الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة يا صاحبي السجن هذه صحبة في السجون وهذا التعبير جاء في الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة وجاء أيضا في الآية الحادية والأربعين بعد البسملة يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا إلى آخر ما جاء في الآية وفي سورة الكهف في الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا إلى آخر الآيات فهذا كافر وهو صاحبه العديد من الآيات خاطبت المشركين خاطبت المشركين بأن محمدا صلى الله عليه وآله صاحبه على سبيل المثال ما جاء في سورة سبا في الآية السادسة والأربعين بعد البسملة قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد وكذلك ما جاء في سورة النجم بعد البسملة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وورد هذا في آيات أخرى أيضا إذن التعبير بالصاحب ليست له خصوصية إلا من خلال القراءة قد يأتي مجردا مثل ما جاء في سورة النساء في الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري ذي القربى والجاري الجنبي والصاحب بالجنب الصاحب هنا جاء مجردا عن المدح والذنب فكلمة الصاحب في القرآن تأتي في سياق المدح تأتي في سياق الذنب وتأتي مجردة لا في سياق مدح ولا في سياق ذنب مثل ما جاءت هنا والجاري ذي القربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل ابن السبيل جاء هنا لا في سياق المدح ولا في سياق الذنب وكذلك الصاحب جاء هنا لا في سياق المدح ولا في سياق الذنب نذهب إلى الآية الأربعين من سورة التوبة إنها آية الغار إذ يقول لصاحبه النبي يقول لصاحبه فهو صاحب النبي الآية جعلت المشركين أصحاب النبي والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا سياق الآيات في سورة النجم مع المشركين أو مع المنافقين أو مع المسلمين من الذين لم يكونوا في موقف صحيح كانوا في موقف شك وفي موقف ضعف في دينهم أين كان الخطاب فهو مع جهة مذمومة أكان مع المشركين أكان مع المنافقين أكان مع المسلمين الشاكين والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وهكذا في العديد من الآيات وردت الصحبة بين رسول الله وبين قوم ملعونين وبين قوم مذمومين فحينما جاءت الصحبة هنا معها رسول الله لا تشير إلى مدح إلا إذا قامت القرائن على ذلك لأن القرآن جعل الصحبة بين رسول الله وبين أعداء الله ونحن نكتشف هذا من خلال القرائن فنعود إلى الآية الأربعين من سورة التوبة ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذا النهي هل هو عن شيء حسن؟ أم هو عن شيء سيء؟ لا يستطيع أحد أن يقول من أن رسول الله ينهى عن شيء حسن لا بد أن يكون شيئا سيئا فهذا النهي إما أن يكون نهيا تحريميا يحرم عليه هذا الذي كان فيه وإما أن يكون نهيا إرشاديا على سبيل النصيحة والتوضيع أو قد يكون على سبيل التهدئة فهو في سياق المجاملة يبدو أن أبا بكر كان مضطربا بالنتيجة هذا النهي أكان نهيا تحريميا نهاه عن شيء محرم وهذا مستبعد لكنني أضع كل الاحتمالات أكان نهيا تحريميا أم كان نهيا تنزيهيا إرشاديا يرشده أم كان لأجل التخفيف عليه نحو من أنحاء المجاملة فهو لا يمثل متحا لأبي بكر أيا كان هذا النهي هذا يعني أن أبا بكر في موقف ضعيف فلنذهب إلى أحسن الأحوال من أنه كان حزينا كان مضطربا اضطرابا نفسيا لأجل رسول الله هذا هو أحسن الاحتمالات فلماذا نهاه رسول الله؟ أيضا لنقل من أن رسول الله لم يكن ناهيا له عن الحالة النفسية التي كان عليها وإنما كان رسول الله يخفف عليه بهذه الطريقة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ولا أريد أن أفسر بتفسير العترة وإنما سأذهب مع الآية بألفاظها العربية التي يقرأها الجميل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا في رواياتنا إن الله معي ومع علي لأن أبا بكر كان يتساءل ما هو خبر علي لأن علي بات في فراش النبي أبو بكر يتوقع أنه سيقتل سيقتل علي لا تحزن إن الله معنا معي ومع علي هذا التفسير نتركه لا شأن لنا به إنما أشرت إليه لأجل غاية لأن الآية ستخبرنا من أن السكينة نزلت على رسول الله فقط وما نزلت على أبي بكر فلو كان الله مع رسول الله ومع أبي بكر لنزلت السكينة عليه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله ما قال عليهما في ذلك المكان في الغار فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها هذا ليس لأبي بكر هذا لرسول الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلة هذا ليس لأبي بكر هذا كله لرسول الله النصف الأخير من الآية لرسول الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هذا لا علاقة له بأبي بكر مطلق هذا كله في الآية يرتبط برسول الله وبداية الآية إن لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار لا يوجد فيه شيء من المدح لأبي بكر فالعدد مجرد والمكان مجرد إذ يقول لصاحبه الصاحب يمكن أن يأتي في سياق المدح أن يأتي في سياق الذنب أو أن يأتي مجردا من دون متح أو ذنب مثل ما مر علينا في الأمثلة التي ضربتها لكم من القرآن لا تحزن إن الله معنا ما هو بمدح لأبي بكر لو كان أبو بكر في حال حسن لما نهاه النبي إن الله معنا لابد أن الله مع النبي ومع أبي بكر إذا كان المعنى هو هذا إذن لماذا نزلت السكينة على رسول الله فقط سيكون هذا الكلام لتهدئة أبي بكر إن الله معنا إن لم يكن بحسب المعنى الذي بيّنته لكم في تأويل العترة لقرآنها إن الله معنا معي ومع علي الآية واضحة دققوا النظر فيها وابحثوا عن حرف عن جهة فيها شيء من المتح لأبي بكر أنتم تدبروا ولكن تدبروا بإنصاف وتدبروا بدقة واخذوا قواعد البلاغة العربية في نظر الاعتبار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم حينما نعود إلى آيات القرآن فإن السكينة نزلت على المؤمنين ونزلت على رسول الله والمؤمنين معا مثلا ما جاء في سورة الفتح في الآية الرابعة بعد البسملة هو هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هناك سكينة في القلوب وهناك جنود الله جنود الغيب دقيقوا النظر في الآية هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الذين نصروا رسول الله أبو بكر هنا كان ناصرا لرسول الله في الغار لماذا لم تنزل السكينة عليه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وفي سورة نفسها في سورة الفتح في الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هذه بيعة الرضوان فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قد يقول قائل من أن أبا بكر بايع هذه البيعة فإن السكينة نزلت عليه في هذه الآية لا يوجد دليل على هذا لا يوجد دليل على أن السكينة نزلت عليه لا نستطيع أن نقول من أن السكينة نزلت عليه في موقف لم يكن في الخطورة والأهمية كموقفه مع رسول الله في الغار وما نزلت عليه السكينة فلا نملك دليلا في آية الغار الكلام واضح فإن السكينة ما نزلت على أبي بكر فلا نستطيع أن نقول من أن أبا بكر بايع بيعة الرضوان ونزلت عليه السكينة الكلام هنا عن المؤمنين المخلصين لأن سورة الفتح تحدثت عن أوفياء وعن ناكثين في الآية العاشرة بعد البسملة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه هؤلاء هم الذين نزلت عليهم السكينة فمن نكث فإنما ينكث على نفسه بيعة الرضوان اشترط فيها رسول الله على الذين بايعوه ألا يفروا وقد فر أبو بكر في حنين وحنين كانت بعد بيعة الرضوان فر أبو بكر وفر عمر الحديث هنا عن أبي بكر فر أبو بكر فحتى لو كان صادقا في بيعته لقد فر ونكث البيعة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما إذن السكينة مع المؤمنين الأوفياء وكذلك حينما نقرأ في سورة التوبة فيما يرتبط بواقعة حنين التي فر فيها أبو بكر وعمر وفر صحابة أجمع وهنا نكث ببيعتهم ببيعة الرضوان في الآية الخامسة والعشرين من سورة التوبة وجاء فيها ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها سكينة وجنود وهنا نزلت على رسول الله وعلى المؤمنين الثابتين سيدهم علي الذين ثبتوا مع رسول الله في حنين إذن لماذا تنزل السكينة مع جنود الغيب على رسول الله والمؤمنين الذين معه في حنين ولماذا نزلت السكينة على الذين نصروا رسول الله والذين كانوا أوفياء ببيعة الرضوان وهم الذين ثبتوا في حنين هؤلاء هم الذين نزلت السكينة عليهم لماذا لم تنزل السكينة على أبي بكر في الغار هذا سؤال كبير سؤال عريض لا يوجد في آية الغار ما يمدح أبا باكر بل الإشارات في آية الغار تذم أبا باكر قد تذمه في ذلك الموقف أو أنها تذمه في جهة عاقبته بالنتيجة آية الغار ليس فيها ما يشير إلى مدح لأبي باكر غاية ما جاء فيها أنه صاحب وصاحب في القرآن قد يكون صاحبا للحيوان كصاحب الحوت كأصحاب الفيل إلى بقية العناوين والأمثلة التي ذكرتها لكم الآية خلية من أي مدح لأبي باكر قارنوا بين اللقطتين بين آية وأنفسنا وبين آية الغار آية وأنفسنا التي هي آية المباهلة كلها مديح كلها تعظيم كلها علو لمنزلة علي وهو نفس محمد بينما أبو بكر في آية الغار هو صاحب محمد صلى الله عليه وآله ونحن لا ندري هل الصاحب هنا في سياق المدح في سياق الذم أم جاء ذكره مجردا عن المدح والذم إنه مجرد إخبار عن واقعة حدثت في ذلك المكان علينا أن نعود إلى القراء لا توجد قرينة تشير إلى المدح القرينة الوحيدة إن الله معنا ولكنها تتلاشى حينما نقرأ فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله فقط إذن هذه المعية ليست معية حقيقية إما أن المعية فهي عائدة لرسول الله ووصيه عليه مثلما في رواياتنا وإما أن المعية كانت كلاما جاء في سياق تهدئة أبي بكر لا تحزن إن الله معنا والنبي يقصد من أن الله معه وليس مع أبي باكر نذهب إلى فاصل إذا دققنا النظر في آية الغار فإن الفاء هنا فأنزل الله سكينته عليه هذه الفاء هي فاء السببية وقد يقال لها الفاء التفريعية فاء السببية ما قبلها يكون سببا لما بعدها مثل ما يقول قائل سقط سقط الكأس من يدي على الأرض فانكسر فسقوط الكأس على الأرض وهو كأس زجاجي أدى إلى أن يكسر فهذه الفاء هي الفاء التي يقال لها الفاء السببية سقط الكأس من يدي على الأرض فانكسر إذ يقول لصاحبه النبي قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا فماذا ترتب على هذا فأنزل الله سكينته عليه حين قال إن الله معنا هذا المنطق هذا الاعتقاد ماذا ترتب عليه ترتب عليه أن نزلت السكينة على رسول الله إذن قوله إن الله معنا سيكون خاصا برسول الله فلا يوجد شيء من المدح في الآية لأبي بكر إذا إذا كنتم تقولون من أن الآية تمدح أبا بكر في أي جهة في أي جهة يوجد مدح لأبي بكر في الآية الآية تستعرض حالة وقعت في سياق سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله إنه حدث وقع في سياق حجرة النبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى الغار وكان بصحبته أبو بكر وحينما نزلت السكينة نزلت على رسول الله فقط هذا يعني أن أبا بكر لم يكن من أصحاب السكينة ولم يكن في موقف ممدوح ومرت علينا الآيات كيف أن السكينة في حنين نزلت على رسول الله وعلى المؤمنين ونزلت كذلك على المؤمنين الأوفياء ببيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله أعتقد أن الأمر واضح أنا لست في مقام عناد وأتمنى أن تكون كذلك إذا كان هناك من جهة مدح لأبي بكر فارشدوني ارشدوني إلى جهة المدح هذا لأن الآية تتحدث عن واقعة بما هي واقعة في سياق سيرة رسول الله في الحديث عن هجرته من مكة إلى المدينة لقد ذهب إلى الغار وبصحبته أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار الآية قرعت المسلمين على عدم نصرتهم لرسول الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار لم تتحدث الآية عن نصرة أبي بكر له لو كان أبو بكر ناصرا لرسول الله وكان داخلا في هذا التعبير فقد نصره الله لنزلت السكينة عليه عدم نزول السكينة على أبي بكر في الغار دليل على أن أبا بكر لم يكن في مقام النصرة لرسول الله وإلا فإن المؤمنين الذين نصروا رسول الله في واقعة حنين نزلت السكينة عليه دقيق النظر في الآية السادسة والعشرين من سورة التوبة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها السكينة وجنود الغير نزلوا متى بعد أن صدق هؤلاء في الموقف وبعد أن فر الصحابة من ساحة المعركة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمار ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الذين ثبتوا في المعركة وأنزل جنودا لم ترواها لأنه إذا كان هذا بعد المعركة ما الحاجة إلى إنزال الجنود هذا في أثناء المعركة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها في الوقت الذي فر فيه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة هنا في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله وأيده بجنود لم ترواها فليس هناك من سكينة ولا من جنود بخصوص أبي بكر الآية واضحة وواضحة جدا قارنوا بين آية المباهلة في علي وبين آية الغار في أبي بكر حتى إذا أردت أن أغض الطرف عن كل هذا الذي قلته وافتردت أن الآية في مقام المدح لأبي بكر ما قيمة هذا المدح بالقياس للمدح الذي جاء في آية المباحلة الفارق كبير بين شخص يقول عنه محمد وبأمر من الله من أنه نفس محمد وبين شخص يقول عنه محمد صلى الله عليه وآله بأنه صاحب في آية المباهلة أمر من الله دقق النظر في آية المباهلة وهي الحادية والستون بعد البسملة من سورة آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل فقل الله هو الذي يقول له فقل فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم الله هو الذي يقول عن علي بأنه نفس محمد الله هو الذي يقول ويأمر محمدا أن يقول هذا القول وأن يقوله لمن أن يقوله للنصارى فما بالكم بالنسبة للمسلمين هذا أمر من الله إلى رسول الله أن يقول هذا للنصارى من أن علي النفس بينما الآية هنا ليس فيها توجيه من الله وإنما ذكر لواقعة حدثت فإن الله لم يقل لرسول الله قل هذا صاحبي وإنما الآية تتحدث في سياق عرض واقعة الغار ثانية ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ولكن حينما نزلت السكينة نزلت على رسول الله فقط لم يكن لأبي بكر من حصة من تعيين في تلك السكينة فبقي من دون سكينة مع أنه هو الذي يستحق السكينة لماذا لأنه كان حزينا كان مضطربا ولكنه بحكم الله لا يستحق ذلك بحكم وبحكم الناس بما أنه مضطرب فهو الذي يحتاج السكينة رسول الله لم يكن مضطربا أبو بكر هو الذي كان مضطربا ولكن حين نزلت السكينة نزلت على رسول الله وما نزلت على أبي بكر هذا مدح أم ذم ماذا تقولون أنتم قارنوا بين هذا وهذا أمة بائسة أمة بائسة هذه الأمة التي تفضل أبا بكر على عهلية أمة بائسة أمة ضالة أمة ملعونة أمة مرتدة أمة خائنة لقد خانت بيعة الغدير الغدير هذا هو الذي يكون خليفة لرسول الله الذي هو نفسه وليس الذي يكون صاحبا وحينما تنزل السكينة لا تنزل عليه لا تلاحظون الفارق الكبير بين علي وأبي بكر ومن هنا قلت لكم إنني لا أجد وجها للمقارنة بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين غيره من هو أبو بكر ومن غيره هذا هو القرآن يبين الحقائق الواضحة لا زال الكلام يتواصل في هذا الاتجاه وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا كي نكمل الحديث أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا